الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الرابعة من الوحدة السابعة وكنا بينا أن موضوع الوحدة السابعة هو الخبر المردود وتكلبنا عن الضعيف بأقسامه وتكلبنا كذلك عن المردود بسبب سقط في الإسناد ونحن لازلنا في الكلام على هذا الموضوع وسيتكلام أيضا بعد ذلك عن المردود بسبب الطعن في أرغاوي كنا تكلمنا فيما مضى عن المرسل وذكرنا بعض مسائله وفي هذه المحاضرة سوف نستكمل بقية المسائل المتعلقة بالحديث المرسل المسألة الخامسة وهي حكمه حكم الحديث المرسل المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط القبول أو المقبول وهو اتصال السند وللجهل بحال الرغاوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي وفي هذه الحال يحتمل أن يكون أي هذا المحذوف إذا كان غير صحابي يحتمل أن يكون ضعيفا فلأجل هذا الاحتمال قلنا الأصل في الحديث المرسل أنه ضعيف ضعيف مردود لكن الحقيقة أن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به وسبب الاختلاف لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند لأن الساقط منه أي في هذه الصورة غالبا ما يكون صحابيا والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم فمن أجل هذه القضية ومن أجل احتمال أن يكون الساقط صحابيا بل هو الغالب صار هناك دوع من الخلاف بين العلماء في حكم الحديث المرسل ولذلك اختلفوا الحقيقة على ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال القول الأول هو أن الحديث المرسل ضعيف مردود وهذا هو الذي قال به جمهور محدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء سبب ذلك حجتهم في هذا هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي لأجل وجود مثل هذا الاحتمال غلبوه احتياطا للرواية فضعفوا الحديث المرسل وإن كان هذا الضعف عندهم وعند غيرهم يعتبر ضعفا منجبرا بمعنى أنه لو جاء له ما يشهد له فإنه يمكن أن يحتج به لكن المرسل بهذه الصورة هو من الحديث الضعيف هذا المذهب الأول المذهب الثاني أن المرسل صحيح يحتج به وهذا عند الأئمة الثلاثة أبو حنيف ومالك وأحمد في المشهور عنه وعند طائفة من العلماء لكن بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة يعني إذا يعرف عنه أنه اشتهر من مذهبه أنه إذا أرسل فإنه لا يرسل إلا عن ثقة هذا هو المذهب الثاني المذهب الثالث وينسب إلى الإمام الشافعي ولكن قبله نبين حجة المذهب الثاني وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة فبناء عليه احتجوا بالمرسل المذهب الثالث كما ذكرنا وهو قبول الحديث المرسل لكن بشروط أي أنه يصح الحديث المرسل بتوفر هذه الشروط وهذا هو مذهب الشافعي وبعض أهل العلم طيب ما هي هذه الشروط؟ قالوا هذه الشروط أربعة ثلاثة نشترطها في الراو المرسل وواحد في الحديث المرسل وهذه الشروط هي كالآتي أولا بالنسبة للمرسل فيشترط فيه ثلاثة شروط أن يكون المرسل من كبار التابعي والثانية إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة أي أن يكون لا يرسل إلا عن ثقة وأن يشتهر ذلك من طريقته ومذهبه والشرط الثالث إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفه هذه الشروط الثلاثة متعلقة بالمرسل أما بالنسبة للمرسل فأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي أن يروى أي الحديث المرسل من وجه آخر مسندا ولو كان فيه ضعف يسير الثانية أو يروى يعني هذا الحديث المرسل من وجه آخر مرسلا كذلك لكن أرسله من أخذ العلم عن غير لجال المرسل الأول الشرط الثالث أن يوافق قول صحابي والشرط الرابع أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم فإذا توفر واحد من هذه القضايا الأربعة وانضم إلى الشروط الثلاثة السابقة فأصبحت أربعة فيحتج بهذا المرسل عند الإمام الشافري وعند غيره فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان لو عرضهما صحيحهم من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما المسألة السادسة في الحديث المرسل وهي مرسل الصحابي والمقصود بمرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده والسبب في ذلك إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابة عن تلك الحادثة التي وقعت وهو ينقلها لنا ومن هذا النوع حديث كثير بالذات لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما ومن أجل الأمثلة عن ذلك عائشة رضي الله عنها فإنها هي التي تروي مجيء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حينما غطه وقال إقراء الحديث المشهور هذا الحديث حدث وعائشة لم تخلق بعد رضي الله عنها ومع ذلك هي التي ترويه كما في الصحيح وغيره هذا يسمى مرسل صحابي المسألة السابعة حكم مرسل الصحابي هل يحتج به أم لا الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وقليلة وإذا رووا عنهم بيّنوها وقد قام العلماء وحصروها وألفوا في ذلك كتبا وهناك كتاب بطبوع في رواية الصحابة عن التابعين للحافظ من حجر رحمه الله فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم هذا هو الصحيح في حكم المرسل ومع ذلك فقد قيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم أي أنه في الأصل ضعيف ويشترط له ما يشترط عند الشافعي ولكن حقيقة هذا القول قول ضعيف مردود نختم الكلام الحديث المرسل ببيان أشهر مصنفات فيه ومنها كتاب المرسيل لأبي داود وهذا يخص المرسيل التي تذكر فيها المتون فهي في المرسيل على مذهب المحدثين وعلى تعريف المحدثين وقد ذكروا فيه 500 حديث مرسل الكتاب الثاني المرسيل ابن أبي حاتم والكتاب الثالث جامع التحصيل لأحكام المرسيل للعلائي ولكن هذين الكتابين يتكلمان عن المرسل في الأعم الأغلب على مصطلح الفقهاء أي بمعنى المنقطع في الأعم الأغلب هذا ما يتعلق بالحديث المرسل والله أعلم وصلى الله عليه ومحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته